وإحنا بنتكلم عن أولادنا أولادنا دلوقتي في ظرف حساس ظرف صعب ليس صعب علينا إحنا بس لا ظرف صعب على المجتمع كله على البيئة كلها وعشان كده إحنا بندقق قوي في تحليل الأثار للظروف اللي عندنا على كل مكونات المجتمع وعشان كده لابد أن نكون عينينا على أولادنا لما دققنا وبصينا بتركيز على أولادنا لقينا أن أولادنا وهم صغيرين بنبقى طول الوقت حريصين على أن احنا نهتم بنوعية أكلهم وشربهم عشان نحافظ ونقيهم ونزود منعتهم ضد أي عدوى ممكن تصوب جسمهم الوقت اللي احنا فيه ده ده وقت مليان عدوى بس عدوى من نوع تاني لأن مش العدوى بس العدوى الجسمانية والعدوى اللي بتصيم جسد الإنسان هي العدوى الوحيدة الضرة اللي ممكن نخاف منها لا فيه أنواع تانية من العدوى ممكن تكون أخطر مليوم مرة من عدوة الأجساد والعدوى دي احنا لازم نقوم منعتنا تجاهها ونقوم من مناعة أولادنا من مدة ظهر مجموعة من الباحثين بينصحونا أننا ناخد بالنا من تأسير السوشيال ميديا علينا وعلى أولادنا وعلى حالتنا المزاجية وبدأوا يتكلموا بشكل واضح عن شيء بيسموه عدوى التأثر للصحة النفسية سموا العدوى دي ايه؟ عدوى المشاعر إن إيه اللي حاصل؟ تكون إنت مثلا بتطلع السوشيال ميديا وفجأة وإنت مش مكتئب فجأة تبص تلاقي نفسك أصابك الاكتئاب الناس كتيرة لما بيمرروا الصفحات قدامهم يبص يلاقي نفسه في لحظة من اللحظات وهو كان في قمة السعادة وفرحان بنجاحه بيمرر الصفحات فإذا بيه يصاب الاكتئاب وده بيخلي الإنسان يتشبع بهذه المشاعر والمشاعر دي تفضل تتلاعب به وهي مشاعر الناس تانية مش مشاعره هو واللي فيها بيأثر إيجابي بيكون أقل كتير جدا جدا من التأثيرات السلبية ومنها الكتير مؤلم والكتير منها اللي بيخلي مشاعر القلق والحزن والإحباط يسرق إلينا ويعدينا ويأثر على نفسيتنا وحياتنا بشكل كبير جدا 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 إحنا لازم ننتبه لده إحنا سايبين أولادنا طول النهار على صفحات السوشيال ميديا في لحق في وقت خطير زي ده ما تستعجلوش أنا مش بقولكم إن إحنا نمنع أولادنا لكن أنا بقولكم إحنا بنتعرض لنوع من أنواع الأمراض الجديدة اللي إحنا مش عارفين أثرها يودينا لغاية فين اللي جاية من عدوة أساسية إحنا مش عارفين إحنا تطلب أي جهاز في حياتنا هلا هتضرب جهاز التفكير عند أولادنا فأولادنا يبقى عندهم حالة من حالات التشتت الزهني والتفكير غير المنطقي وغير المعقول هل هيبقى تفكيرهم كله تفكير افتراضي فالجوال يعني مش هيبقى عندهم تفكير ممكن يكون تفكير واقعي هل معنى كده إن أولادنا ممكن لقدر الله يحصل لهم عدوة قلبية فتفضل قلوبهم لا فيها معاني بتأثر فيها ويفضل قلوب أولادنا عندهم مشاكل في تلقي المشاعر بشكل متزن مشكلة خطر فالعدوة دي احنا مش عارفين هتضرب أي جهاز من أجهزة ذات الإنسان الله سبحانه وتعالى علمنا إن الإنسان بصير على نفسه وإنه دايما لازم يقعد ويركز ويدرس أحواله الله سبحانه وتعالى علمنا وقال بل الإنسان على نفسه بصير يعني هذا صحيح خبر ولكن أريد به الإنشاء يعني كونوا على بصيرة بأنفسكم فإحنا وقفين الوقفة دي عشان نكون وعيين لذلك وعينا ووعي أولادنا بالأمر ده ده شيء مش من الرفاهية ده أمر ضروري جدا إن احنا نبقى منتبهين من الأشياء اللي احنا بنعاني منها لأن احنا بنعانينا بنعاني وأولادنا كمان من هشاشة النفسية نتيجة السمات السابعة اللي أنا كلمت حضركم قبلها عنها أنا هقبل كتير معاكم الكلام عن الفردانية والمزاجية والتشكك والمظلومية والإحباط والحساسية والعشوائية وعشان كده بيزيد تأثير عدوى المشاعر علينا وعلى أولادنا بسبب الخوف مثلا من الفوات اللي هو الفوم ومثلا فالأولاد بقى عندهم حالة من حالات الرعب من أن يفوتهم النتيجة يفوتهم الصداقة يفوتهم حسيس كتير جدا جدا ما بيعشوهاش وكمان بيكبروا وهو بعضهم لقيت بعضهم عايزين بعضهم أنا بقول لحضركم حاجات أنا رصيدها لقيت بعضهم بيفكروا في الجواز وعندهم 13 سنة لحسا يفوتهم الجواز لأنهم شافوا ناس كتيرة بيتأخروا في الجواز فبيفكروا في الجواز بدري وبيحاولوا يمارسوا ممارسات أكبر من سنهم كتير ليه؟ خوفا من الفوات فوات المشاعر وفوات الفرصة في الجواز فكل شوية ندخل على حساباتنا نشوف الجديد فإيه اللي حصل؟ نبص لأننا بلنا نتشبع أكتر بفوضى المشاعر عندنا فوضى في المشاعر ما بقاش الناس لدي الزمان عندهم استقرار نفسي ولا عندهم رسوخ نفسي ولا عندهم سبات نفسي إحنا بقى عندنا أنا آسف يعني بسبب هذا الفوضى للمشاعر بقى عندنا حاجة تانية وهي السيولة الأخلاقية بقيت عندنا سيولة أخلاقية لأن إحنا بقيتنا نعمل التصرفات الحسنة فنبص نلاقي فيد وفوضى من المشاعر بتقول أني الوقت دات مش وقت المشاعر الحسنة مش وقت الأخلاق الحسنة الوقت دات ما بينفعش فيه القيم الوقت دات وقت فسد فيه كل شيء فنتعدي بهذه المشاعر بأنه ما فيش فايدة فإيه اللي يحصل؟ فنبص بقى نلاقي محتويات كتيرة بتنشر فينا الألأ والحزن والإحباط والخزلان والشك فنعتبر أن دي أجزاء أساسية في الحياة ومنشوفش أي حياة تانية يعني الأولاد يبتدوا ما يشوفوش كل اللي بيبذلوا أباهم وأمهاتهم لأنهم ميسيطر عليهم عدوى المشاعر أنا أقول لكم كتير بتيجي الأولاد من المدارس وساعات ييجوا بعد ما يشاهدوا بعض الأشياء إيه اللي حاصل؟ يحاولوا يمثلوا يعملوا سيميوليشن يعملوا محاكاة للحاجات اللي بيسمعوها في المدارس واللي بيسمعوها في السوشيال ميديا على أباهم وأمهاتهم فالأبا يجبوا يشتكولوا يقولوا لي إحنا مش كده والله وفعلا من معرفة بيهم أمه مش كده بس إيه اللي حصل؟ حصل عدوى في المشاعر فتأثير عدوى المشاعر بتحصل بقى مشاعر كتيرة جدا جدا من التشكك والخوف مثلا من خيالة الزوج اللي بتصيب كتير من الستات المشتركين في الجروبات النسائية فبالدالي ينتقل ده إلى الأبناء وينتقل ده بشكل كبير إلى البنات فيفضلوا حسين دايما بإني طول الوقت عيحصل لهم تخلي وفي الفترة الحالية أولادنا عندهم شعور بالوجع والصدمة من الفيديوهات اللي بيشوفوها دايما عن الجرائم السهيونية اللي بتمارس تجاه إخواننا في غزة والمشاعر دي بتتراكم في نفسهم وبتتراكم المشاعر دي مع التقاطهم المشاعر المعينة ومشاعر اللي بيتابعوها في السوشيال ميديا وهم بيعبروا عن الوجع والجزع والشعور بالعجز وقلة الحيلة وعدم القدرة على ممارسة الحياة ويؤدي ده إلى توقفهم عن الحياة بشكل طبيعي ولا بشكل جيد عشان كده من أهم الأصول اللي لازم نعلمها لأولادنا إن أقدار الله سبحانه وتعالى بتنزل بلطف بلطف على كل العبيد إحنا بنتعب لما بنعيش قدر مش بتاعنا اللي جنبنا نازل عليه القدر ولكنه نازل مغلف بلطف بغلاف اللطف إحنا لما بنعيش قدر مش بتاعنا بيكون من غير هذا من غير هذا اللطف الرباني اللي منزله على هذا الشخص شكراً للمشاهدة